أهلا بكم في هذه المادة التي نسلط الضوء فيها على أزمة المغتربين اليمنيين في السعودية وهي الأزمة الممتدة منذ التسعينيات وحتى اليوم في البد أي قبل عام التسعين كان العامل اليمني في المملكة مستثنا من نظام الكفيل المفروض على العمال الأجانب لكن السلطات السعودية في هذا التاريخ ألغت الاستثناء على خلفية موقف اليمن من أزمة الخليج في ذات العام تقريبا عاد قرابة 850 ألف مغترب يمني على إثر القرار السعودي عودة المغتربين طبعا أسهمت في إحداث أزمة اقتصادية خانقة لليمن بلغت أوجها باندلاع حرب سيف 94 وخلال الفترة الممتدة من 90 إلى 95 كانت العلاقات بين البلدين متأزمة على خلفية أزمة الخليج وحرب سيف 94 وفي نهاية عام 95 بدأت العلاقات تعود تدريجيا وذلك بعد أن وقع البلدان مذكرة تفاهم نتج على إثرها توقيع اتفاقية جدة لترسيم الحدود عام 2000 بعد الخروج الكبير للعمالة اليمنية بعيد عام 90 أصبحت إجراءات الحصول على فيزا صعبة جدا إذ وصل سعرها إلى أكثر من 15 ألف ريال سعودي وفي عام 96 بدأت تستقبل السعودية جيلا جديدا من العمالة اليمنية الذي تلقى أغلبه تعليما أساسيا نسبة منهم من حاملي موهلات جامعية وفي أكتوبر من عام 2012 كشفت الحكومة أن تحويلات اليمنيين من الخارج تصل إلى أربعة مليارات دولار وهو رقم يتفوق على عائدات البلد من إنتاج وتصدير النفط وفي العام ذاته انتهى مجلس الشورى السعودي من إعداد مشروع قرار شدد على العمال الذين يمارسون أعمالا عند غير الكفيد وما ألحق بالعمالة اليمنية أضرارا بالغة عقب هذا القانون بدأت حملة ملاحقات عديدة تسببت بترحيل 200 ألف مغترب يمني ومع تدخل العسكري للتحالف بقيارة المملكة في اليمن أقرت السعودية حزمة من الإجراءات الجديدة فيما يعرف باستعودة للعديد من المهن والأنشطة في المحلات التجارية وما أثر سلبا على مئات الألاف من المغتربين اليمنيين بحسب مسؤول حكومي فإن سلطات سعودية رحلت قرابة 40 ألف مغترب يمني خلال أقل من 3 أشهر وسجنت المئات لكن بيانا صحفيا للحملة السعودية أكد أنها ضبطت أكثر من 700 ألف مغترب مخالف في كافة مناطق المملكة طبعا الحملة قالت إن 62% من هؤلاء يمنيون أي أن أكثر من 400 ألف مغترب يمني يجري هذا طبعا في ظل تكتيم إعلامي كبير للحملة الجائرة ضد المغتربين لكن بعد تصاعد الشكاوى والمناشدات المطالبة بالتدخل لدى الجهات السعودية شكلت الحكومة اليمنية بهذا الخصوص لجنة أسابيع ولم تنجح هذه اللجنة في حل المشكلة مشكلة أكثر من مليوني يمني هم عدد المغتربين في السعودية بحسب إحصائيات غير رسمية هذه اللجنة دفعت مؤخرا الرئيس عبد الربو منصور هادي لإصدار قرار يعفي المغتربين من الرسوم الجمركية والضريبية وهو القرار الذي أتار موجة استياء وغضب لدى الكثيرين من المتابعين واعتبروه إخطاقا وهروبا من مهمة السعي لتسوية وضع المغتربين لدى السعودية موسيقى موسيقى